تكوين في المجال الرياضي كانت في الدخول المدرسي تمتوقع التفاقية بين وزارة شباب الرياضة ووزارة تربية الوطنية والتعليم العالي تكوين النهائي والباحل عمي على أساس أنه خلقنا ما يسمى في اللغة العربية تكوين من جلال الملك قامت وزارة شباب الرياضة ببلوارة جميع النصوص المرتبطة بالتكوين في المجال الرياضي وهذا التكوين ينقسم إلى قسمين قسم مرتبط بالتكوين الرياضي التي تعطى فرصة التلميذ من السنة أولى إعدادة حتى الحصول على بكالوريا رياضية والاستمرار في ممارسة نشاط رياضي إن توفرت لديه الشروط ليصبح رياضيا المستوى العالي الجزء الثاني هو مرتبط بالتكوين المهني في مهن الرياضة لهذه واحد شيء جديد كذلك الذي ستوضعه باتفاق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الجزء الثالث هو المرتبط بالجمعيات الرياضية التي تمارس التكوين في مجموعة من الرياضات دون توفر على الشروط نحن الآن سنطبق القانون باش يمكنهم هذه الجمعيات ترقى لحفاظا على حقوق ذلك الأطفال ويتلقوا تكوين رياضي ويتلقوا تعليم عام عادي وكذلك أنه المغرب يطور المنظومة منطلاقاً من التكوين أو مرتكزاً عن التكوين بالخصوص هذا البكالوريا الرياضي الذي تسمح له حسب البرنامج البيضاغوجي الذي تم إعداده بشراكة مع وزارة الشباب الرياضة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي الذي يخصص فيه 25 ساعة الدراسة في الأسوة بالإضافة إلى 15 ساعة تكوين الرياضي في الأسبوع وهذا يسمح الشباب أو الرياضيين الصغار لكي يديروا براسة وفي نفس الوقت يتلقوا التعليم يديروا التكوين الرياضي والتعليم والذي يسمح لهم فيما بعد أنهم ينخرطوا في الحياة المهنية لما يكمل فترة الرياضة حسب السن وحسب النشاط الرياضي يكون أرضاً الضياء لأنه محصول شعلات كوين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر